على قدم وساق تتواصل جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي والتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في هذا الصدد نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء فيلما توثيقيا بعنوان المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع حياة كريمة للمزارع المصري وتفرى في إدارة المياه حيث كشف هذا الفيلم على أنه تم رصد ثمانين مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين مشيرا إلى أن إجمالية أطوال الترع التي يستهدفها المشروع على مستوى الجمهورية يصل إلى عشرين ألف كيلومتر من أجل حياة كريمة للمزارع ومستقبل آمن لإدارة المياه جاء المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع أحد محاور تطوير الريف المصري وعمود النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة المزارعين منهم نقلة حضرية ونوعية تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الدولة لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بما يضمن وصول مياه الري بسهولة للأراضي الزراعية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية وفقاً للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء تم رصد ثمانين مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين حيث يستهدف المشروع على مستوى الجمهورية تبطين وتأهيل ما يصل إلى عشرين ألف كيلو متر من الترع ففي الفترة من عام 2014 حتى عام 2021 تم الانتهاء من تأهيل أكثر من ألفين وثلاثمائة وأربعين كيلو متر من الترع بينما تم تطهير أربعمائة وأربعة وخمسين ألف كيلو متر منها بتكلفة تصل إلى مليارين وأربعمائة مليون جنيه ولضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل المقاييس تتكاتف أجهزة الدولة المعنية على قدم وساق من أجل متابعة تنفيذ المشروع وإلى جانب فوائده على المستوى الزراعي يسهم المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع في القضاء على المخلفات وإلقاء النفايات في الترع والمصارف ما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة الصحية والبيئية في الريف إلى ذلك تتواصل جهود الدولة لتنفيذ المشروع الذي غير وجه الترعي والمصارف من مجرد مكان ملوى إلى مصدر للمنفعة يتواكب مع مصر في عصر الجمهورية الجديدة